اشتركوا في القناة من الجهة اليمنى عن طريق داني كرفخال الى داخل منطقة الجزاء استقبلها خسيلو ماتوا برأسية اصطدمت بمدافع استفان وتغدع الحارس وتسكن الشباك ومن هجمة مرتدة لريال مدريد بانطلاقة سريعة عن طريق براهيم ديازة الذي تمكن من استغلال خروج الحارس من مرمى ونجح في تسديد القرى من منتصف الملعب تماما الى داخل الشباك وتنتهى المباراة بفوز ريال مدريد وينتظر ريال مدريد الفائز من برشلونة اصصونا في المباراة تصدقهم غدا بينهما والهنا نكون وصلنا الى نهاية خبرنا في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته